مع الوزير المساحة القابلة للزراعة في لبنان تصل إلى 65% من إجمالية المساحة وهذه مساحة شاسعة من المقارنة بحجم لبنان لكن ما يزرع منها فقط أقل من 25% لماذا؟ طبيعي جدا أيضا لأنه هناك انعدام للشهاد الزراعي بالمطلق لأنه نحن نتحدث عن بلد اسمه لبنان بلد كان يعتمد منذ 40 عاما منذ بداية الكيان إلى اليوم يعتمد على السياحة وعلى القطاع المصرفي الزراعة كانت تمثل 0.59% من موازنة الدولة اليوم الموازني 1.60% موازنة الدولة إذن هي هامشية بالمطلق هل من إمكانية اليوم أن ترفع هذه النسب؟ طبعا هل اليوم تغير الموقف وتغيرت النظرة في لبنان؟ نعم لا لأنه اليوم لم يعد لدينا السياحة اليوم تقريبا معدومة ما خلى اللبنانيين الذين يعودون فيه خلال موسم الصيف موضوع القطاع المصرفي بالكامل هو منهار اليوم القطاع بأمه وأبيه بعيد تقريبا في موت سريري إذن لدينا طوق نجاة وحيدة هو العودة إلى الزراعة والقطاع الزراعي التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي تماما وهذه الفلسفة بسيطة جدا سيد الكريم لا يمكن لنا اليوم كدولة أن نستورد ما نأكل بالعكس يجب أن يكون لدينا الحد الأدنى من السلة الغذائية موجودة في الداخل اللبناني أتحدث عن القمح أتحدث عن البقوليات أتحدث عن الحبوب بشكل عام وأتحدث عن النحوم البيضاء والسمراء مصر على ثبيل المثال للحصر تستورد لشك ولكن هي تقريبا باتت هناك اكتفاء ذاتي لبل تصدير مصر تماما حضرتك تعرف أنه اليوم هي ثاني أو ثالث مصدر في الموالح في العالم وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس هذا الأمر جيد نحن نطمح في لبناني هذا الأمر وبالتالي المساحات المزروعة اليوم هي 30% في مساحات شاسعة غير مستثمرة اليوم نضع في وزارة الزراعة خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية وأمبرلة وزارة الزراعة اللبنانية وأعتقد سننجح في ذلك لكن قبل ذلك لو سألتني سأجيبك نحتاج تنميم الثقة لبنانيا ولبنانيا عربيا ولبنانيا عربيا دوليا ويحتاج قطاع الزراعة اللبناني أن يرمم ثقته في نفسه يعني إذا جاءك مزارع الآن وسألك عن أسعار المزوت أسعار الاستماد أسعار البذور أسعار التخزين أسعار التبريد وسائل التصدير كلها مشاكل بما ترد عليه طبيعي جدا لأنه كان قبل عام 2019 كان هناك دعم لهذه القطاعات ولكن هذا الدعم كان عشوائيا كان خبط عشواء وبالتالي لم يثمن ولم يغني من جوع يعني اليوم هذرت مليارات الدولارات من قبل هيئات المانحة من قبل الفاون قبل يون دي بيم بس النتيجة شو هي؟ هل تغير الواقع الزراعي في لبنان؟ أبدا هذا ليس جلدا للذات ولكن هذا توصيف للواقع اليوم الموضوع مختلف كليا نحن لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة لدينا شراكات أتحدث عن شراكات أوروبية شراكات عالمية وشراكات عربية ونحن نتحدث أنا وأنت ونجري هذه المقابلة في بيت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي نعتز ونجل لأنها هي الزراعة الحقيقي للقطاع الزراعي ضمن مظلة جامعة الدول العربية نعم قادرون اليوم على أن نحدث تغييرا وهذا ما بدأنا به شراكات مع استدامة ليس المطلوب اليوم سيدي الكريم أن تقدم لي سمك المطلوب أن تقدم لي السنارة التي أصطاد بها السمك وهذا ما وضعناه كاستراتيجية مع الفاو مع الـ UNDP مع الـ WF مع كل المنظمات ومع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في سبيل نهضة القطاع الزراعي حتى عندما يسألنا المزارع اللبناني سنجيب أن الأكلاف حكما سيكون لنا دور فيها ولكن قبل هذه الأكلاف يجب أن أضع الأساسيات في القطاع الزراعي هل أمننا له المياه؟ هل أمننا له الطاقة البديلة الموجودة؟ هل أمننا له الأسماق الداخلية والخارجية؟ هل أمننا له فتح الأسماق الجديدة؟ وهل أمننا له الإرشاد الزراعي؟ وهل أمننا له الحلقة الوصل ما بين المنتج والمستهلك؟ هذه الحلقة المفقودة سيدي الكريم نتحدث عن العمل التعاوني والعمل النقابي معلوزير أنت على رأس هذه المنظومة وهذه المنظومة تعاني من شح ربما في الموارد الحكومية نصيب الزراع في الموازنة اللبنانية ضعيف جدا القطاع المصرفي لا يدعم تقريبا القطاع الأزراء اللبناني إذن هو قطاع يعمل وحيدا أو على الأقل بتوصيف أكثر المزارع اللبناني يعمل وحيدا نعم أنا سأستشر ببيت من الشعر بـ 30 ثاني يمثل حال القطاع الزراعي اللبناني وحال المزارع اللبناني كالعيسي في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محموله يعني اليوم سيد الكريم طبعا مالية الدولة اللبنانية منهارة ولكن هناك هيئات أممية وهيئات دولية تريد دعم لبنان نحن عملنا على تقطير هذا الدعم لأنه كانت في البداية الدعم كان يستهدف الأنجيؤوز والمجتمع المدني والهيئات الأهلية هذا الأمر بعد ستة أشهر أو عام أثبت فشرا زريعا إذن عادت الأمور إلى كنف الدولي اليوم شو عم نقول نحن لدينا خطة في وزارة الزراعة لدينا شركات مع مصر ومع الأردن ومع العراق ومع سوريا مع كل الدول العربية ومع دول المحيط ودول الجوار الإقليمي والدولي نحتاج فقط الإمكانات هل الإمكانات متوفرة أقول لك نعم أكثر وزارة اليوم تستهدف الهيئات المنحة هي وزارة الزراعة لماذا؟ لأن العنوان الأبرز في كل العالم هو الأمن الغذائي في مصر أول عنوان في الإعلام هو الأمن الغذائي في أمريكا الأمن الغذائي في أوروبا الأمن الغذائي إذن نحتاج نحن الاستثمار في تأسيس صلابة الأمن الغذائي من خلال هذه الهيئات المنحة حتى نقول نحن في لبنان نحتاج اليوم عام عامين ثلاثة أعوام لتسبيت القطاع بعدين سيكون لنا إنتاجيتنا بأنفسنا وهذا ما شرعنا عليه